ورجعنا لكم مرة تانية ومن ورانا ومعانا دلوقتي الكاتبة لأستاذة راشا عدلي اللي فازت مؤخرا بجائزة كتارا لرواية العربية عن روايتها أنت تشرق أنت تضيق واللي هنتكلم معاها النهاردة عن الجائزة وعن الرواية والحقيقة انه الاسم كمان فيه لفتة لطيفة جدا ويعني ملفت للانتباها مساء الخير؟ مساء الخير؟ أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أولا مبروك على الجائزة مرسي الله يبارك فيك وأحب أعرف منك أهمية الجوائز بالنسبة للكتاب يعني قد إيه الجائزة بتمثلك أو بتمثلك إيه مش قد إيه الجائزة بتمثلك إيه بتمثلك إيه بتمثلك إيه الجائزة بشكل عام الجائزة بالنسبة للكتب هي دعم بتاعتجير ده حاجة يعني معروفة إنما الجائزة الحقيقية بقى بالنسبة للكتب هو النجاح اللي بيحققوا العمل بتاع الجماهيري من جمهور الكراء لأن أنا دائما بقول هو والفكرة ان انا اخد جيزة بس العمل محققشه نجاح او ما فيش اقبال قرائي عليه وفيه اعمال بتاخد جواز بس مش بتحقق ده فالحمد لله الرواية بتاعتش محققة لتنين فيه نجاح في القراءة يعني فيه نجاح وجيزة فيه اقبال قرائي عليه بشكل عام حادتك كنت متوقعة الجيزة دي ممكن اقولك لا ما وزت بحدش ممكن يتوقع جيزة لاني جيبتوا يعني فيها اعتبارات كتير قوي بس لما وصلت للقائمة الكثيرة لأ انا عندي جي توقع وتوقع كبير المعادلة اللي عملتيها في الرواية اللي من وجهة نظر حادرتك تسببت في ان الرواية دي اخدت جيزة كانت ايه يعني ايه الخلطة ككاتبة ما كل بني قدم في شغلته وبيبقى عنده بصمة اكيد ايه الخلطة او ايه المعادلة اللي حادرتك وفرتيها في الرواية فبالتالي حققت النجاح ده شوفي احنا دلوقتي في اعتقاضي في عصر الرواية المعلامتية احنا في عصر الانترنت والتكنولوجي واصلح القارئ ازدقيقة القراءة ده غيرت عن الاول القارئة بيحب المعلومات بيحب اكتر انه هو لما يمسك كتاب يقرأه يستفد منه احنا عارفين ان الادف يعني هو الهدف منه المتعة في المقام الاول بس برده بجانب المتعة الدنيا تغيرت عن الاول الاقعاء اختلف كل حاجة اختلف بالضبط لان كنتش عن طريق الانترنت بتبحثي بتقري اكتر بيقفني معلومات اكتر فانا الرواية بتعطي فيها كم موافر من المعلومات وبعدين عن كمان حاجة مهمة اوي حقبة زمنية مهمة اوي في تاريخ مصر طبعا وهنتكلم عن ده بالتفصيل بالضبط فهي فيها حاجات مغرية للقارئ وبتستهدف النجاح يعني او ممكن نقول ان هي ممكن الروايات اللي بتحزى الجوائز بتحوز عليها الايام زي بتكون بتكون فيها معلومات فيها تاريخ فيها فن فيها فيها حاجة مختلفة مش اعتيادية مش اعتيادية بالضبط ودي كانت المعادلة او دي كانت الخلطة اللي كنت عاملاها في الرواي مزبوط جميل طيب خلينا نتكلم شوية عن الاسم الاسم كمان ملفت اوي انت تشرق انت تضيق بالضبط اسم فيه تفاقل اسم فيه حاجة بتفرح كلميني شوية عن الاسم اختيارك للاسم ومدى علاقته بالمحتوى اللي حالتك قدمتسي العنوان بيقوى مهمة جدا اكيد ومش في العنوان مش مهم ان يكون العنوان بيبان يقولك الكتاب بيبان من عنوانه طبعا انا بالنسبة لي مش مهمة اوي الكتاب بيبان من عنوانه بالقدر ان العنوان ممكن يكون مجاز عن الكتاب نفسه يعني ما بتهتميش اوي ان يكون العنوان بيحكي عن القصة اللي جوه لا بس مهم ان هو يلفت انتباه بالضبط أنت تشرك أنت تذيء هي ترنيمة أو صلاة الإله رعا وصلاة الإله رعا عند قدماء المصريين هو إله الشمس فطبعاً ده في ارتباط كبير لو هنقول إن كان فيه طبعاً أنا بكلم عن مصر القديمة قدماء المصريين التاريخ الحبقة الرومانية فكان فيها طبعاً معابد كان فيها صلوات بوتوكام كان فيها حاجات كتير فكانت أنت تشرك أنت تذيء هي الترنيمة اللي هي قادة بطلة الرواية في الزمن الأديم والحديث كمان شروق الشمس، الضياء، النور جديد، حياة جديدة مختلفة عن قبل كده فلاقيت أن ترنيمة الإله رعا أنت تشرك أنت تذيء هي حاجة مناسبة جداً جداً لموضوع الرواية لا، اسم كله تفاقل حقيقة واسم يعني ملفت جداً زي ما قلت في البداية طيب حديثك أصلاً بحيثة في تاريخ الفن مضبور ده في البداية خالص وأكيد ده فادك في أنك بتكتبي حاجة عن التاريخ نحن ليساً ما تكلمناش عن اللي هو الرواية، نحن نتكلم عن الفيوم في عصور مختلفة أو في عصرين والعصرين فيه فرق كبير جداً ما بينهم فادك في إيه عملت كباحثة في تاريخ الفن في كتابتك في المصادر اللي رجعت لها في كل المعلومات اللي سغطيها بطريقة درامية لطيفة في الرواية بتاعتك أنا روايتي أو في العموم روايتي دايماً بيبقى فيها تاريخ فن دايماً بيبقى فيها لوحة بيبقى فيها فن تشكيلي بيلهمني أكتر وباتخذ منه طرق وأفكار جديدة للإبداع في الرواية المتعددة كانت كلها كده وكانت الرواية بتاعت أنت تشرك أنت تجيء بقى عن وجوه الفيوم وجوه الفيوم أو مميوات الفيوم هي أول رسم ذاتي في تاريخ البشر بمقاييس الحديثة يعني اللي حنقدر نقول عليه دا برويت ريه زي اللي بيترسمه دلوقتي للوجه فطبعاً داي جذبني قوي كنت قريت عنها وبحثت عنها وكنت متابعة كل التفاصيل بتكتب عنها أول بأول ولقيت أن الموضوع مش بس أنا كنت كتبة في البداية مقال عنها وبعدين كتبت قلت لأ محتاجة أكتر من مقال محتاجة بحث وبعد البحث قلت لأ جي هي محتاجة أكتر من بعض جي هي محتاجة رواية وأكتر كمان من رواية دا حقيقي فعلاً حضرتك كمان عندك حبكة درامية لطيفة جداً ويمكن عجبت جداً القراء ويمكن دي كانت من ضمن الأسباب اللي خلت الرواية نهاية تفوز بجائزة وهي المزج ما بين الماضي والحاضر بكل سلاسة حضرتك مذاكتي ما بين عصرين بعيد عن بعض جداً يعني فرق ما بينهم كبير إزاي قدرتي إنك تعملي النوع دا من المسج دا بالسلاسة دي التقنية دي أنا بحبها قوي اللي هو إنك بتكتبيه في زمانين أنا بيقولوا إن أنا بكتب في التاريخ برغم أنا رواياتي بتجمع ما بين الحاضر والماضي معظم أعمالي كده الكتابة في الحاضر بتمنحني مرونة الكتابة التاريخية بتبقى شوية كتابة جفة لأنك أنت مقيدة بموضوعات معينة بحقائق معينة ما فيش تزييف يعني لو فيه بيبقى في حدود فبهرب من كده إن أنا أكتب في الحاضر لأن الحاضر بقى بتبديعي بيه زي منش عايزة في مساحة بقى للخيال أكثر بتقدري تعبري بقى عن نفسك بتعبري عن مجتمعك أنا مقدرش إن أنا أبقى لستيكت حاجة بس في الماضي مقدرش أعبر عن قضايا المجتمع يعني أنا ككاتبة وعيش في هذا العصر فأكيد لازم دوري كتب إنه يعبر عن قضايا مجتمعه فمش ماقول لو حكت في التاريخ بس رواية تاريخية بس عن حق زمنية معينة فأكيد مش هقدر أعبر عن أنا عيشها دلوقت أكيد ما عندكش المساحة اللي تقدري تعبري بيها براحتك أو الخيال اللي تقدري تحطيه أو تدفيه على الحقيقة وده عنصر جذب آخر للقارق يعني هو بيجذب القارق إنه هو بيبقى إيه ما بين زمان ودلوقت وبيبقى دايما فيه أنا بعمل إسقاط كمان من اللي احنا بنعيشه دلوقت على الماضي فبيبقى القارق بيقرأ وبيقول يعني مثلا في رواية أنت تشرك أنت تزيق هي كانت بتبحث عن وجول فيهم بتبحث عن قصصهم عن طرق رسمهم عن القدر رسمهم عن حاجات كثير فبننتقل بعد كده للحقبة التاريخة وبنلاقي الأبتال نفسهم اللي هم الأشخاص بتوع وجول فيهم اللي هي بتبحث عنهم متجزدين قدامنا بيعبروا بيكلموا فالانتقال دا يعني ح Patty واضح أنك بتجي دي متعة كمان في الانتقال ملظبوط ما بين الفترات التاريخية المختلفة ملظبوط طيب خليين نتكلم عن المرأة المصرية وحريتك أشارتي للمرأة المصرية وقوة المرأة المصرية من خلال المرأة المصرية الإغريقية اللي تزوجت من الإمبراطور كلميني شوي عن الكلام عن المرأة المصرية وعن قوة المرأة المصرية يعني هي متأغرقة يعني نصفها مصري ونصفها إغريقي دي اسمها سيرينا 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 قومت زي ما بطلة العمل في الحاضر اللي هي رانيم قومت برضو المرأة عندي دايما في أعمالي كلها بشكل عام بتقاوم وبتكافح هي المرأة بتقاوم كل الوقت وبيبقى ليها هدف دايما عايزة توصل ده طبعا يعني أنا بمثل ده في المرأة يعني المرأة حتى مهما كانت بتبين إنها هي ضعيفة مغلوبة على أمرها لا حول لها ولا قوة بس بيبقى في نقاط قوة في شخصية زي مثلا في الرواية من أحد شخصيات الرواية المهمة برضو اللي هي أم رانيم هي بتبدو إن هي سيدة مغلوبة على أمرها ضعيفة ما قدرتش تواجه المجتمع أو الحياة إنما في الباطن أو اللي بيقرأ الشخصية قوي وبيفهمها بيعرف إن بالعكس هي يمكن تكون من أقوى شخصيات الرواية المصريين في كل عصرهم مرتبطين جدا بأرضهم وفي كل فترة الحقيقة كان دايما للمصريين إنجاز كبير جدا وده بينضم لحكاياتنا والتاريخنا العريق في كلمتي إزاي عن ارتباط المصري بأرضو تكلمتي عن ارتباط المصريين بوطنهم بشكل كبير جدا من خلال رواية حضرتك أنا بعبر عن الشخصية المصرية بكل ما فيها بكل همومها وبكل ما بتحملوا من دوافع فأنا طبعا في قراءتي في التاريخ لأنه هو تاريخ الفن أنا درست تاريخ الفن بس هو بيقودك بشكل أو آخر القراءة في التاريخ لأنه هو أساسه فعرفت من كتر ما أريدك تصير عن استوارات وعن الحاجات اللي تعرض لها الشعب المصري وإزاي إن دايما كان فيه دافع المقاومة يعني هو بيقاوم باستمرار بيقاوم كل حاجة فأنا في كل روايات سيفة يعني بكتب عن موضوع ده يعني في رواية شعف أنا كتبت عن استوارتين ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية في الرواية دي أنا اتكلمت عن استوارة بقى اللي هي كانت مقابلة تاريخ ثورة قابول اللي هو اللي قام بيها المصريين ضد الاحتلال الروماني فكان برضو فلما جيت كنت بقرأ عن هذه الحاقبة الزمنية زي ثورة القاهرة الأولى زي ثورة القاهرة الثانية ضد الاحتلال الفرنسي فلا الشخصية المصرية ما تتغيرتش على مرة أسنين دايما بتقاوم ضد الضل وبتحاول إن هي تعيش في حياة أفضل جميل نتكلم شوية عن الجانب العطفي في حياة رانيم وحضرتك كمان اتكلمتي عن الجزء ده باستفادة نتكلم عن رانيم والجزء العطفي في حياتها هي رانيم تعرضت طبعا إن هي منذ صغر لمشاكل كثير قوي عائلية لأن باباها كان اضطهد وبعدين هي ما حاستش اتجاهه وهي طفلة إن هو بيمنحها أمان أو ثقة لأن هو كان شخصيا مهزوذة لما تعرض ليه فابتدت إن هي تبحث عن الحب من خلال هذه الأحاسيس اللي هي فقادتها وباباها ما قدرش يمنحها لها فهي دخلت في علاقة حب غير متكافأة وكان اللي بيعزز إن هي رواية جي متكافأة جواها إن العلاقة جي متكافأة إن هو هذا الرجل ما تبحث عنه إنما لما قدرت تكون شخصيتها قدرت تستقلب نفسها وتقبى شخصية واسقة من نفسها وتحقق لنفسها الطموح والأمان والنجاح فهي خلاص اكتفت بدأ فما بقيتش في حاجة لهذه الشخصية اللي هي كانت موجودة هذه العلاقة الغير متكافأة فخرجت منها طيب عايزة أتكلم مع حضرتك شوية عن فكرة الخيال اللي مسموح للكاتب لما بيكون بيكتب أو بيسرد حقائق تاريخية وإزاي بيقدر الكاتب أن هو يسيطر على المنطقة دي أو على الجزء ده والحد فين مسموح للخيال في رواية تاريخية أو رواية بتسرد حدث تاريخي طبعا طبعا إحنا أنا ككاتبة خيالية ببدأ الإبداع هو فن وهو خيال إنما لما بيكي بكتب تاريخ لا بيبقى يكون فيه طبعا شيء تقييد شوية إنش مرتبطة وإنش محكومة بحقائق بتواريخ معينة ما ينفعش تغييري إنما بيبقى فيه مستاحة بس المستاحة ما بتبقاش واسعة قوي مساحة قليلة بتقدري أني تتمرسي فيها دور ككاتبة كتخيل يعني رواية في آخر أعمال باشا هي عن محمد علي باشا عن الوجه الآخر أو الجانب الآخر من شخصيته المتخيلة بالنسبة لي بس فيها الجانب كبير من حقيقة الباشا اللي يمكن محدش كتير كتب عنها أو الكتب وضحتها دايما بنعرف أن محمد علي باشا هو رجل قاسي ورجل ظالم هو هو إنما في الرواية آخر أعمال باشا أنا قدمت واجه مختلف شوية مش تزديف يعني أنا استعنت برضو بأبحاث وبوثائق وبأدلة ومؤرخين كتبوا عنه كتبوا عن الوجه الآخر المحمد علي باشا واللي مظهر لناش قوي يعني فإنشي لأنشي في الكتابة التاريخية إنشي محكومة مقيدة بالذات طيب نتكلم شوية عن الشباب وإزاي من وجهة نظر حراتك الكاتبة شايفة إنه الشباب مهم إن إحنا نبتدي نجذبهم للكتابة الكتاريخية للكتابة اللي ليها علاقة بتاريخ بلده حقيق في تاريخ بلده التفاصيل اللي زي كده ليها علاقة بالهوية المصرية بشكل عام الأدب له دور كبير قوي في كده الأدب يعني في هذه المرحلة اللي إحنا نعاشها بقى الاعتماد على الأدب كأن إحنا نحصل منه على معلومات ما بقاش حاجة مش مثلا مش مظبوطة أو إحنا ليه نعمل كده تالما فيه كتب أكاديمية لأن الأدب بقى بيفتح مجالات كتيرة قوي وأعتقد إن الشباب دلوقتي لما إحنا يعني مثلا أنا في هذه الرواية لما كتبت عن وجوه الفايوم هي وجوه الفايوم غير معروفة غير معلومة بالرغم من أهميتها وشهرتها عالميا يعني هي موجودة في جميع متحف العالم وفيه اهتمام كبير قوي بيها فلما كتبت عنها في هذه الرواية ابتدوا القراء يبحثوا ويقروا عنها ويصفروا للفايوم يشوفوا فيه هناك معروض المتحف المصري اللي في التحرير فيه وجه معروض المتحف اللي في اسكندرية فيه برضو فابتدوا أنه يبحثوا أكتر يقروا أكتر واعتقد هو ده دور الروائي ودور الأدب جميل شدني جدا الغلاف شدتني قوي البنت اللي حضرتك حطها على الغلاف كلميني شوية عن اختصارك للغلاف بالمشاركة طبعا أكيد مع دار النشر لحضرتك الغلاف هو الواجه من وجوه الفايوم ولقيت أن الوجه ده ممكن يكون هو أقرب أقرب للبطلة أقرب لملامح البطلة طبعا أنا كنت ببحث في الوجوه دي وكتبت عنها كتير فالوجه ده بزدات يعني هو وجوه الفايوم دايما بتندرك تحت مدرسة اسمع مدرسة وجوه الفايوم لأن الوجوه قد إيه متشابهة وقد إيه شبه بعض فالوجه ده كان فيه حاجة مختلفة شوية حاجة ممكن تشد المطلقي أكتر من بقية الوجوه المرأة نستها بتوحي بالغموض فهو عشان كده أنا أخترته عشان يعبر عن بطلة الرواية جميل أنا بشكر حررتك على وجودك معنا النهاردة أستاذ راشا نورتينا ومبروك مرة تانية على الجاية مرسي شكرا أبي أنا كمان سعيدة بوجودي هنا مرسي نورتينا بكده بنكون وسنة معاكم نهاية حلقتنا النهاردة بشكر طبعا ضفتي لنورتنا النهاردة الكاتبة الأستاذ راشا عادلي وبهنيها على فوزها بالجايزة